ذات صباح شهد رجل يبلغ من العمر 24 عاما يدعى هوسو وهو يذهب الى ميك بي سيزون للتحقق من نتائج اختبار تجنيد رجال الاطفاء الاقليمي حضر معه صديقه العصبي لان هوسو كان يشع بقلق شديد كان يخشع المتياز الاختبار كان بالكاد يستطيع التحرك لانه كان متوترا للغاية ومتعرقا كان يجلسان مع صديقه امام جهاز الكمبيوتر في الساعة 9.45 صباحا وينتظران بفارغ الصبر النتائج التي سيتم تحميلها في الساعة عشر صباحا سأل صديقه لماذا يجب ان يحضر مبكرا عندما تم الاعلان عن نتائج في الساعة عشر فقط فجأة صرخ هوسو بفرح انه اجتاز الافتدار هنأه صديقه لكنه وصيب الصدمة ايضا وتساءل كيف يمكن لهوسو معرفة النتيجة قبل الوقت الرسمي هل قام النوقع بتحميله بشكل اسرى ارتباك هوسو وغير اجابته قائلا انه تلقى النتيجة من رسالة نصية ما زال صديقه يعتقل ان اجابته مشبوهة قال هوسو في قلبه ان لديه قوة سرية لا يعرفها احد وكان متأكدا من ان الاخرين لن يصدقوه اذا قال ان لديه القدرة على رؤية المستقبل يوضح انه لا يستطيع رؤية المستقبل كما يشاء على سبيل المثال عند ممارسة الغاشة في لعبة او التعبير عن مشاعره لشخص ما لم يستطع هوسو رؤية المستقبل الا عندما كان في حالة عصبية يريد هوسو ان يكون رجل اطفاء لانه يعتقد انه يمكنه الاستفادة من هذه القدرة هناك اكتشف هوسو هذه القدرة لاولى مرة في شبابه عندما وقعه وعائلته في حريق وانقذ رجل اطفاء حياتهم بسبب هذا الحادث اراد هوسو ان يكون رجل اطفاء مثل الرجل ويأول ان يقابله مرة اخرى ذات يوم بعد اختيارهم كرجال اطفاء نظم كل مقر اقليمي توجيها للمبتدئين وعرض جميع الانشطة التي يتعين على رجل الاطفاء القيام بها سيحصل رجال الاطفاء الطموحون على 15 يوما من التدريب الصارم في اكاديميات الاطفاء المركزية عندما جاء اليوم كان هوسو جاهزا للذهاب الى الاكاديمية وكان ينتظر الحافلة في انتظاره التقى هوسو برجل كان متوجها الى اكاديمية الاطفاء ايضا عندما وصلت الحافلة لم يكن لدى هذا الشخص ما يكفي من المال للدفع لذلك قرى هوسو دفع ثمي التفكرة شعر هوسو بتوتر شديد من الصعب تصديق انه الان رجل اطفاء ويتقلع الى القيام بعمل جيد ودعا قدم له صديقه الجديد الافطار وسأله عن اشياء اخرى في ذلك الوقت فجأة اصبح هوسو متوترا للغاية لانه كان لديه وميد من المستقبل رجل يسافر في الحافلة معه على وشك ان يصاب بنوبة قلبية ويفقد الوعي لذلك يصرخ هوسو ويطلب من سائق الحافلة التوقف لانه يشعر بشيء ما سيحدث اندفع هوسو الى جانب الرجل وادرك انه فاقد للوعي واصيب لنوبة قلبية حال هوسو اجراء الانعاش القلبي الرئوي لاستعادة تنفس الرجل يطلب المساعدة من صديقه الجديد المسمى وينهوى الذي يخبر سائق الحافلة ان يأخذهم الى اقرى المستشفى يوضح وينهوى كذلك ان الرجل يتنفس ويؤكد على ضرورة الوصول الى المستشفى في اسرع وقت ممكن اكد لهم سائق الحافلة انهم سيكونون في المستشفى خلال خمس دقائق ثم طلب السائق من هوسو اختار المستشفى بان لديهم مريضا يحتاج الى الانعاش القلبي الرئوي في حالة الطوارئ لتجنب التأخير اتصل هوسو بالمستشفى وطلب منهم اعداد نقالة للمريض ثم بمجرد وصوله الى المستشفى تم نقل الرجل على الفور الى غرفة الطوارئ نغى لان الطاقم الطبي يتحكم في كل شيء يمكن ان يغنفس هوسو وينهو اخيرا صعداء بعد غالك كان الصدقان يمدحان بعضهم البعض على جهودهما سألوا وينهو هوسو كيف يمكنه معرفة الحادث قبل وقوعه كان هوسو ارتبكا بشأن كيفية الرد على هذا واخبره انه رأى الرجل شاحبا جدا قبل النوبة القلبية فجأة تفاجأ وانهو عندما تذكر انهم فتهم مراسم الدخول لانهم تأخروا الان وصلوا على عجل الى الاكاديمية وشرحوا وضعهم للضباط ابلغهم الضابط انهم تأخروا كثيرا لان المتدربين الاخرين قاموا بتفريغ اغراضهم وانتهوا من بعض التدريبات وتناولوا الطعام امرهم الضباط بالذهاب الى مسكنهم لتغيير ملابسهم وتناول الطعام سرعان ما ارتدى هوسو وانهوزيه الرسمي وتوجهوا الى الكافتيريا حيث ارتقوا بمجموعات مختلفة من المتدربين بعد الانتهاء من وجبتهم واصلوا طريقه نحو المهجع عند الدخول التقوا برجل وسيم يبلغ من العمر 32 عاما يدعسا والذي وصفهم بانهم قادمون جدد متأخرون اوبحى هوسو وانهو انهو ما تأخر بسبب مشاكل قدم هوسو نفسه وتبعه وانهو وقدم نفسه على انه شاب يبلغ من العمر 24 عاما يدعى كيم وانهو اخبرهن سنو ان المتدربين الاخرين جلبوا معهم امداداتهم الاساسية اعجب هوسو وانهو بمظهر سنوو الجيد ولياقة بدنية بيننا وصل المتدربون المتبقون مع مؤنهم كان هوسو على وشف ترحيبهم وسأل احد اعضاء المجموعة عن شائعات تاخرهم وفقا لهذا الرجل الذي يرتدي نظاطا طبية سيعملون معا كفريق واحد ثم طلب من الاخرين تقديم انفسهم كما فعلت المجموعات الاخرى بالفعل في الصباح ثم بدأ بتقديم نفسه على انه بارك جونير سوى كالدالغ من العمر 28 عاما والذي عمل كقائد للفريق وكان مسؤولا عن تدريبهم حتى الانتهاء وكان عضو اخر في الفريق هو جان البالغ من العمر 34 عاما والذي كان حساسا عاطفيا الاخره وشبي بلغ من العمر 26 عاما يدعي يوهن جيون جيكين ايضا جسءا من الفريق ولا اخره وسنو والبقية هوونه وهو والذين قدم وانفسهم ايضا اثناء قيامهم بتقديم مقدماتهم صدر اعلان يطلب من جميع الفرق الانتقال الى القاعة للحصول على توجيه قصير هناك بلأ مدير اكاديمية الاطفاء حديثة واعضى عن تقديره وجع جميع الافراد الندرين الان واضاف انه يتعين عليهم الاستعداد لانقاذ الارواح والبقاء على قيد الحياة في دوارهم الجديدة كرجل اطفاء ثم دعا المدير هوسو وينهو لتأكيد وجودهما يخبرهم ان الشخص الذي انقذه قد استعاد وعيه اثنى عليهم المدير وذكر انه لن يتم وضع علامة عليهم في وقت متأخر من اليوم يصفق الجميع بسعادة معرضين عن تقديرهم لجهود وينهو هوسو يقوم المدير بعد ذلك باعلان اخر يكشف ان شخصا ما من الفريق الثالث بقيارة باركة قد حطم الرقم القياسي للتدريب البدني ملأ الفضول اعضاء الفريق وهم يتساءلون ان يكون الفرد يفكر الجميع فيما اذا كان هوسو هو ذلك الشخص مر اسبوع او اسبوعين منذ حفل الافتتاح وذات صباح كان هوسو يبدو خاملا بينما كان ينظف سنانه وهذا التعب ناج عن التدريب المستمر كرجل اطفاء يتطلب طاقاته الجسية والعقلية شعر هوسو بالتعب واراد بعض وقت الفراد دون قلق كان يعلم ان هذا سيكون صعبا لكنه لم يكن يعلم انه سيكون بهذه الصعوبة عندما دخل هوسو الورفة سأله انهو عن مكان وجود قائد الفريق اوضح هوسو ان قائدهم كان يجمع تفاصيل حول جدول تدريب اليوم خلال هذه الاسابيع من التدريب اصبح ونهو افضل صديق لهوسو عندما عاد قائد الفريق انتظر حتى يجتمع الجميع قبل الاعلان عن جدول التدريب بعد ذلك اخبر الجميع انهم سيتضربون على الانقاذ ومكافحة الحرائق في الصباح فقلب من الجميع ارتداء زيهم كان جميع عضاء الفريق متعدين ويريدون فصلا ضريا حيث يمكنهم الاسترخاء وعدم الحركة كثيرا متجلا شعواهم اخبرهم الرئيس كذلك انه سيكون هناك تدريب ربيد اليوم يوم التدريب مثير للبعض بينما يرى البعض الاخر انه مروع طلب لهم قائد الفريق ان يستعدوا لان التدريب سيبدأ في غضون عشر دقائق اعتقد هوسو انه ربما لن تتأذى اجسادهم اليوم لكنه شعر بالخوف قليلا من التفكير في هذا الامر اصيب هوسو بالذعر فجأة وبدأ في التعرق وفي هذه الحالة رأى انه يواجه مشكلة اثناء التدريب ويصاب اصبح هوسو مشتة ولم يعمل بشكل جيد اثناء المهمة وانهو اعضاء فريقه طلبوا منه عدم المشاركة اليوم وطلبوا منه راحة بينما يدعو المضيف الفريق ثلاثة للقيام بدوره اثناء تدريب اخر كان هوسو يتساءل عما اذا كان يجب ان يخبر حدا ام لا بعد انتهاء التدريب ذهب هوسو الى الحمام لتهدئة نفسه كان قلحا ولا يعرف ماذا يفعل وانهوه افضل صديق له ولا يمكنه السماح له بالتعرض للاذ لكن اصدقائه لن يصدقوا ان قدرته حقيقية والاسوأ من ذلك قد يعتقدوا ان هوسو يخرب تدريبه على الرغم من ان هوسو لا يزال لا يعرف ماذا يفعل فقد بدرت جولة الثانية من التدريب يقوم درب محترف بعرض تقنيات الهبوط بالحدال بدأ التدريب مع الفريق واحد وشهد الضباط وهم يقدمون احتياطات السلامة لاحظ وينهو ان هوسو يبدو مريضا ومضطربا للغاية اخبره انه يشبه عندما كانوا في موقف الحافلة اقترح وينهو كذلك ان يخبر هوسو المدرب لكن هوسكر له انه بخير الان عندما يتم استدعاء الفريق ثلاث يريد هوسو منع وينهو من التقدم سألهم احد الضباط من سيذهب اولا ثم رفع وينهو يده واعرب عن رغبته في الذهاب اولا ومع ذلك اوقفه هوسو وطلب منه مرافقته الى المستوصف لانه لم يكن على ما يرام منذ ان كانوا انهو مع هوسو فقد حان دور القائد في هذه الحالة فجأة كان للهو سوريا بدل من وينهو كان القائد الان هو الذي سيسقط بسبب المعدات المعيبة لذا فان اي شخص سيهبط بعد هذا سوف يسقط سواء كان وينهو او القائد مع اقتراب الوقت كان هوسو متعرقا لانه لا يعرف ماذا يفعل بعد ان اجر عضون اخر في الفريق تدريباته حان الوقت للفريق الثالث لاداء تدريبه اخيرا كان وينهو مثابرا ولا يزال يصر على ان يذهب اولا كان هوسو لا يزال يعاني من هذا الوضع لم يكن متأكدا مما يمكن توقعه عندما بدأ وينهو في تسلق الحبل كما كان متوقعا انقطع الحبل وبدأ وينهو في السقوط الحر على الارض في جزء من الثانية تمسكه وسو على الفور بالحبل ومنعه من السقوط بدأ الجميع في العمل بمساعدة هوسو يحاول سحب الحبل المرتبط بوينهو بسبب استجابة هوسو السريعة تم انقاذ وينهو من الاذوة تم ارساله الى المستوصف الان انتهى التدريب والجميع يقدرون بعض بعض طلب انهو اعضاء فريق هوسو الذهاب معهم لرؤية وينهو عندما دخلوا الغرفة كانوا سعداء لان وينهو لم يصب باذن جان فضولية لمعرفة كيف يمكن ان ينكسر الحبل يقول يوهان ان وينهو محفوظ لان هوسو انقذ رأسه ويسأل جوهان هوسو كيف فعل ذلك ويقدره كما سالوه عن عدد الاشخاص الذين سينقذهم قبل التخرج اعب صنو ايضا بشجاعة هوسو سال قائد الفريق وينهو عن اصاباته اكده وينهو انهو انهو بخير ويسترخي في السرير وفقا لتعليمات الضابط يسأل وينهو عن التدريب ويخبره يوهان انهما لم يتمكن من مواصلة التدريبات على القفز بالحبال وذهب للقيام بتمارين اخرى بدلا من ذلك اصبح جان عاطفيا وفكر في ما سيحدث اذا لم يتفاعل هوسو بالسرعة الكافية لانقاذ وانهو مبتسما شكر وينهو هوسو لانقاذ حياته بالطبع شعر هوسو بالارتياح لانه تمكن من انقاذ افضل صديق له يخرج جميع الاعضاء لتناول الطعام لكن وينهو يطلب من هوسو البقاء معه لفترة لانه يريد التحدث هوسو وينهو الان شخص الوحيد في الغرفة سال هوسو لماذا يريد التحدث لانه لم يستطع البقاء لفترة طوية سال وينهو بفضول عن تصرفات هوسو سال هوسو كيف عف بهذا الوضع سأله مرارا وتكرارا عن حادثة الحافلة وكيف علم هوسو بنوبة قلبية للرجل بعد القاء نظرة خاطفة عليه وكيف عرف عن حادثة الانحدار هذه الان منذ ان انقذ هوسو حياته اصبح وينهو اكثر فضولا حيال ذلك حال هوسو بسرعة اشتيت انتباه وينهو بالقول انهو كان مجرد حدسه لكن هذه المرة اصر وينهو على معرفة الحقيقة وجد موقف هوسو غريبا حيث بدى مرتبكا ومتعرقا مع هذه الاحداث الغريبة فلا عجب ان هوسو سأل اخيرا من هوسو حقا تفالوا وينهو عندما اعترف هوسو اخيرا انه يستطيع رؤية المستقبل فجأة صفع وينهو هوسو للتحقق من قدرته ثم اختبر هوسو باخفاء اصبعه خلف ظهره ابتسم هوسو وكشف ان هذا ليس كيف يعمل سمشت قدراته بدون ارادته وستحصل على رؤية مفاجئة عندما يحدث هذا اوضح هوسو كذلك انه لم يشارك هذه المعلومات ابدا مع اي شخص مؤكدا تخمين وينهو بعد سماع ذلك وينهو اندهش اوضح هوسو ان حواسه لا تزداد الا عندما يتوتر شارك مع وينهو انهو اثناء وجوده في الحافلة واثناء جلسة التدريب الصارمة شعر بعدم الاتياح خاصة عندما سمعوا اعلان تدريب ربال اصبح متوترا وفجأة ادرك ان وينهو سيسقط وينهو يتهم هوسو بالكذب قال هوسو انه لا يريد مشاركة هذه القدرة للخاصة به ولكن الشخص الذي اجبره على قول الحقيقة هو وينهو وافق على ذلك لكنه ما زال يتساءل عما اذا كان هوسو يعرف انه سينقذ ومع ذلك قال هوسو انه رأاه يسقط فقط وليس ما حدث بعد ذلك غلو وينهو من رده وصرخ في هوسو مؤكدا الخطر المحتمل وانكانية اصابة هوسو اذا فشل في انقاذه يريد وينهو من هوسو ان يعده بانه سيخبره عن كل رؤية وسيتعاملان معها معا بعد ايام قليلة اشتعلت النيران في مبنى خلال جلسة تدريب اخرى امر الضابط الفريق باخماد الحريق وانقاذ من بدافله دخل الفريق ثلاثة المكون من يون وسنو وانهو هوسو المب لقد واجهوا عملية خلفية عندما فتحوا الباب من تسبب في انفجار النار انقسم اعضاء الفريق الاربعة مع يوهان غنو ذاهبا في اتجاه واحد وذهبه سو هو في اتجاه اخر ووجدوا دمية التدريب في غرفة وتمكنوا من احضارها الى مكان امن وشرعوا في انقاذ الناجي الاخر واطفاء الحريق واتباع تعليمات الضابط عندما غادروا المبنى مع كلا الناجين اثنى الضباط على الفريق ثلاثة ومنحوهم ماءة لادائهم المنتاز كما فعل الفريق بشكل جيد للغاية ذا يوم تتلقى اكاديمية الاطفاء مكالمة هادفية بخصوص حدث بالقرب من مكاتب منطقة سبتا عندما تم تجميع الفريق وصلت شاحنة الاطفاء الى مكان الحادث اقترب رجل في الشاحنة يدعى كيمسينجي من الضباط وسأل عن المتطوعين ابلغنا الضابط ان لديهم اثنى عشر متطوعا من الفريق اثنين والفريق الثالث ثم عينك يم خوان هو هوسو من الفريق ثلاثة وفتاة تدعى كاليري من الفريق ثن اختارهم هذا الرجل لمهمة لإطفاء الحرائق في منطقة سنتان اخبرهم رجل اطفاء يدعى لي كان في الشاحنة انه تمرسال للعمل كوحدة مساعية في منطقة سنتان بعد اندلاع حريق هناك فريق نار الغناء يعمل بالفعل ويحذرهم من توخي الحذر كان هوسو متوترا بسبب الموقف المفاجئ وخطر بالحصول على رؤية خضرت في ذنه ان هناك من فهم مأزق هوسو وسأله عن رؤية اوضح هوسو انه شاهد انفجارا عند وصولهم الى موقع التحطم شاهد حريقا كبيرا يلتهم احد المباني امر رجال الاطفاء المجندين الجدود بمساعدة فريق مكافحة الحرائق على الفور طلبوا هو من هوسو ان يخبره عندما يحتاج الى مساعدة لانه يريد منع الانفجار الذي رأه هوسو في رؤيته او اهو سو برأسه وهكذا بدى الفريق المهمة وشرع في الحصول على الخرطوم سمع هوسو الفريق يناقش المبنى مشيرا لانه تم بناءه بمودة عالية الجودة مما حال دون انتشار الحريق بشكل اكبر وظن وجود احتمال كبير بعدم وقوع اصابات اصبح هوسو مرتبكا لانه رأى في رؤيته انفجارا ضخما ربما يكون قد اتى من مبنى اخر حيث يقوم الرجل بطلاء الحائط بالقرب من استوانة غاز مع اقتراب الحريق بسرعة عندما سمع هوسو باخماد الحريق كان قلقا من احتمال وقوع انفجار في مبنى تشييد قريب حيث يقوم الرجل بطلاء جدران هذا المبنى بصرف النظر عما لديهم حاليا يقترح ارون على ونهو الانتظار في الشاحنة منذ ان انهو مهمتهم سأل يرين عن مكان هوسو مما دفع وونهو للبحث عن كان هوسو قد نبه وونهو الى احتمال حدوث انفجار وكان ذاهبا بمفرده في هذه المهمة شخص يبحث عنه بينما اقترب هوسو من احية اخرى من متجر قريب وسأل الصراف عن موقع البناء اعطته فتاة المتجر المعلومات اللازمة صرخت يرين في ونهو مؤكدة انها تأخرت وتم الاتصال بها من قبل الجميع اراد ان ينسو ونهو امر هوسو ويتركه ويحثه على الاستمرار في الشاحنة يشك ارون في مزاعم احد رجال الاطفاء بشأن الانفجار معتبرا اياها لا اساس لها ولا يصدقها اكد ونهو ان كل ما حدف قد تم حسابه وان الحريق انطفأ في هذه الاثناء ترى فتاة المتجر نفسها وو هو وير وتسأل عن الحريق في المبنى هو ايضا اخبر عن هوسو كان هو الشخص الذي تبع هوسو الى مبنى تشييد حيث تسببت الرياح العاتية في تطاير الفحم محترق داخل مبنى يسمعون اصواتا قادمة من نافذة الطابق السفلي ولدهشتهم وجدوا هوسو في الطابق السفلي مع رجل فاقد للواعي تسبر نقص التهوية والاختناق في هذا الوضع انقذ هوسو الرجل باعطائه قناع اكسوجين هوسو ضعيف جدا ونهو يستعد لنزول الى الطابق السفلي يارين يلاحظ الطلاء وخزان الغاز ويلحظ النيران يمكن ان تسبب الجمر الطائر انفجارا عندما كان ونهو على وشك الذهاب لطلب للمساعدة اوقفه ايرين واخبره عن الخطر المحتمل الذي اوضح انه قد يكون هناك انفجار بسبب الحريق والطلاء الرطب والجمر المشتعل في الهواء والخزان المعزول يمنعه ايرين من النزول الى الطابق السفلي ويعرب وانهو عن قلقه على سلامة هوسو لكنه يدرك خطورة دخول بار المبنى تشير يارين الى ان نقص الاكسوجين بالدافل يتسبب في شعور هوسو الان بافتناق وعدم قدرته على التنفس بشكل صحيح خطرت يارين فكرة وقدمت له خزان اكسوجين في الطابق السفلي امر هوسو بمحاولة الوصول اليه والاستيلاء عليه بحركات بطيئة ومؤكدة امسك هوسو بالدبابة وتأكد من عدم تسربها ووضع قناعه باحكام قبل فتح السمام ببطء اخيرا تمكن هوسو من التنفس بسهولة وسرعان ما شعر بالاتياح لان الهواء كان يغطي نوافذ الطابق السفلي لمنع برا من الدخول واقترح على هوسو استخدام جهاز الاتصال اللاسلكي للاتصال بينما يشعر الضباط بسعادة غامرة لنجاح مهمتهم يتوجه ليه الى الشاحنة للاطمئنان على المبتدئين ولكن عند وصوله الى هناك وجد انه لم يكن هناك احد اصبح غضبا جدا وخيب امله وقرر العثور عليهم وفجأة ايضا سمع صواته من خلال جهاز الاتصال اللاسلكي كان هوسو يشعر بتحسن كبير واستقر تنفسه وين هو وير قلقان للغاية بشأن حالة هوسو من الخارج يشعرون بالارتياح لان هوسو بخير لكنه يصر على ضرورة نقل الرجل للمصاب الى المستشف سرعان ما سمع يرين وين هو الصوت حث كبار السن من خلال سماعات اذنهم على تحديد موقعهم شرحوا الموقف لرئيس مجلس الادارة واخبره ان عاملا كان بالقرب من مكان الحريق وان هوسو كان يحاول بشجاعة قاذه ذكر اارون ان هوسو قد اعطى العمال اقنعة وقموا بعزل المنطقة لمنع الفحم المحترق من دخول الطابق السفلي واستسر عن سلامته مؤكد له يرين انه بامان فضوليا بشأن ردها سأل هوسو خضيقه ماذا اقول اخبر اارون هوسو انه سيكون هناك قريبا اعرب كلاهما عن رفضهما لسلوكهما غير الناضج في بث الموقف عبر اجهزة اتصال لاسلكية شرعت في الاستفسار عن الوضع برامات اوضحت يارين ان فتح الباب قد يؤدي الى انتشار النار لذلك كان عليهم الانتظار حتى يجف الطلاء يكشف لي ان لديه خطة يوجه ساني لترتيب سيارة اسعاف ويطلب منه ترك خزان الاكسوجين خلفه يفتح النافثة ويدخل القبو دون ان يرتدي قناعه يحبس الفاسه وينزل ويطلق الغاز افتح سمام الخزان للخروج امر يرينو انه بفتح النافثة واخبره سب التحرك بسرعة من خلال تقليل تركيز الغاز في الداخل يقوم بتوجيه الغاز نحو الجمرات مما يجعلها تشتت تحت الضغط نصح هوسو بخلع قناعه وحثه على اخراج الرجل الفاقد للوعي الى الخارج بعد فترة وصلت سيارة الاسعاف ينقل الرجل الفاقد للوعي الى سيارة الاسعاف عندما تذهب سيارة الاسعاف الى المستشف يظهر كبار السن استياء كبيرا تجاههم ويطلب منهم عدم المرور وهناك احتمال ان يتم ايقافهم يجعلهم يدركون حماقتهم انه لا يوقذون احدا قال لهم انهم فروا دون تفكير اخر وانهم عالقون هناك قال لهم انهم لم يفعلوا شيئا لم يكن هذا هو موقف رجال الاطفاء لقد كان يخبرهم انهم سيموتون جميعا اذا كان رجال الاطفاء مدفوعين بالعطفة قال لهم انهم لحسن الحظ اوقفوا النار اليوم ولكن ماذا لو كان الوضع اكثر خطورة سألهم عما اذا كانوا مصممين وجاهزين وما اذا كانت عمليات تفكيرهم حاسمة يحذرهم من عدم التخلي عن حذرهم اذا هرعوا لانقاذ شخص ما فانه يأمرهم بعدم المخاطرة حتى بحياتهم يقول لهم ان عليهم انقاذ حياتين حدهما في خطر والاخر حميه يقول لهم ان يتعلموا من تجربة اليوم ويطلب منهم ان يكونوا اكثر حرصا قال لهم انهم لن يعاقبوا بشدة يظهر انتنانا لهم لعدم انقاذهم له ولكنه يجد الشخص ويأمرهم بالوصول الى السيارة اعتذر هوس لرفاقه عن كل ما حدث بسببه اعربوا انهوا عن خيبة امله لانه لا يستطيع فعل اي شيء مقارنة بالاخرين لان هوس سعيد لانهم نجحوا بينما اسألهم رين كيف علموا بهذا الانفجار في بناية اخرى صعد رجلان الكبيران الى الشحنة واستعدى لمغادرتهما لحظ ان المتدئين بدوا حزينين فقد ازعجهم من خلال تغيير وجوههم مازحا لتدوى وكأنهم مجرمون ارتكبوا خطيئة اجابس باتسامة ووجد ان مسحة ايا مسلية واكّل للمتدئين انهم في طريقهم الى منازلهم وستتاح لهم الفرصة قريبا للراحة ويؤكد انه لن يكون هناك عقاب يحثهم على عدم القلق رد المتدئون بنبرة هادئة مشؤومة يوبخهم لكونهم يائسين في صباح اليوم التال لفتت بعض الاعلانات انتباهه سوء هو الذي استيقظ على الفور يجهزون انفسهم ليوم مارستهم يستيقظ يوهان ويلاحظ وصولهم في الصباح بارك ايضا يستيقظ ويتسال عن مغادرته المبكرة بينما كانت يارين واقفة عند الباب تنتظرهم اصبح اليوغي مشبوها وهو يتسأل عما اذا كانوا قد فعلوا شيئا خاطئا شرع هوسو وينهو ويرين في مقابلة المدرب فأتوا استدارة يارين وسألت هوسو اذا كان ما قالوا لها في الشاحنة حول رؤية المستقبل صحيحا اعرب عن عدم تصديقه زاعما ان اجاباتهم كانت سخيفة يشكك في صدقهم ويجد صعوبة في القيام بذلك حول قصديق ادعاءاتهم يلاحظ يارين ارتباك هوسو ويتحداه لتقديم دليل على رؤيته للمستقبل ذكر هوسو رعقوبة في اخبار يارين انه يتعين عليهم الرقد خمس لفات حول الملعب بكل معداتهم قبل الافطار لمدة اسبوع وجدت يارين تفسيرهم مشكوكا فيه وبقي غير مقتنع عند وصوله الى مكتب المدرد يوبخهم لمحاولتهم الهرب ويأمرهم بالرقب خمس لفات حول الارض كل يوم مع اخذ جميع معداتهم معهم قبل الافطار لمدة اسبوع يهدف الى ان يكون قدوة للشركات الناشئة الاخرى لقد صدم عندما ادرك ان هوسو لم يكن يكذب لانهم بدأوا عقوبتهم كان هوسو ويرين ووانهو يرقضون حول الملعب وشعروا بصعوبة بعض الشيء بينما بدى هوسو منتلئا بالطاقة وبخهير لعدم جعل العقوبة لاكثر قصوة تحذير الحاضرين قد يزيدون دوراتهم اذا كسروا رقض هوسو ويرين بطاقة كبيرة في اليوم الخامس من عقوبتهم بينما يتركوا وينهو ويطلب منهم الراحة تتعرق اجسادهم وقلوب تنض بسرعة فجأة لاحظت يرين ان هوسو لم يكن يتصبب عرقا ولله غريبا لاحظوا وينهو ايضا ان هوسو لم تظهر عليه علامات تعرق على الرغم من التدريب المكثف يسأله يرين اذا كان لديه اي قدرات اضافية تحدث بصوت عال جدا حتى سمع الجميع يلاحظ جو وبارك قربهما ربما لانهما يرقضان معا كل يوم حول هوسو وينهو تهدئة يرين لكنها صرت على لا يصدقهم احد حتى يروا ذلك لانفسهم يدعي هوسو انه متعب ولكنه تعافى بسبب ممارسته العادية للجري يعودون الى غرفتهم بعد الانتهاء من جولة اخرى يشارك وينهو احقائق ذهلة عن هوسو قدرة كبيرة على التحمل لانه يجد عقوبات اكثر تحديا غير هوسو الموضوع بذكاء وسأل عن غياب دارك عن الغرفة قال لها ان غدا يوم السد لذلك كان يخرج لحزم امتعته اثار الفضول عندما ناقشوا خطط عطلة نهاية الاسبوع وسأل وينهو هوسو عن نواياه وذكر ان شغفه بالرياضة دفع زملائه الى التعبير عن رغبتهم في الانضمام اليه معا بدأوا في صداق جماعي يوم السد عمل جميع عضاء الفريق ثلاثة بجد بينما مر المدير برفقته عبر منطقة التي كان الفريق باكمله منخرطا في مهمهم اعجب المدير حقا وسأله اي فريق مكرس بما يكفي للعمل بلا كلل حتى في ايام العطلات يقول بفخر المبدأ القائل بان فريقا من ثلاثة افراد يتقدم الى الامام معربا عن اعجابه واشاد بادائهم المتميز في لالال الحادث الاخير في ذلك الوقت انضم شخص اخر يدعه الى مجموعتهم على الرغم من انه كان في اجازة وزيارة الاكاديمية اعرب عن رغبته في الانضمام الى الفريق ثلاثة والمشاركة في الامشطة معهم اطلر نهاية الاسبوع للراحة لكنه ينأصر على قضاء الوقت مع الفريق والانضمام اليهم اخيرا وهو يتحدهم للمشاركة في ممارسات مختلفة بصرف النظر عن الجري بتشجيع من الاخرين يقبل هوس التحدي ولكنه يخسر في النهاية بسبب المهارة والخبرة التي ظرها الاخرون شخص بدى وكأنه ضابط متمرس او ممارس كان هوس يشعر بخيبة امل بسر بخسارته لكن زملائه في الفريق شجعوه على الرغم من خيبة املهم قرى هوس ان يقترح عليهم بدللسة تدريب اخرى في ليلة هادئة يبقى هوس مستيقظا لماذا ينام الجميع من الخوف ذارت افكار لا حصر لها في ذهنه مما جعل نوم بعيد المنال في اليوم التال طلب كبير موظفي المكتب مقابلته عند وصوله قدم له كوبا من القهوة اثناء تحضير مشروب تعرف على هوس باعتداره ايسى وسأله عن النصحة التي كان يسعى للحصول عليها قال هوس للضباط بقلب مثقل وعقل يستهلكه القلق كشف انه كان حلم طفولته ان يصبح رجل اقفاء وما تبع ذلك من شكوك اصابت ثقته بالدور وقد عز الفضل في قوته البدنية وضميره الذي رفع معنوياته من فلال تسليط الضوء على مواهبه لان هوس لعترف بعدم الامان لديه يشعر بانه غير ملائم مقارنة بضباط الفدمة النشطين على الرغم انه يعتقد انه يستطيع القيام بذلك انقذوا رجل الذين انقذوا مستشعراً للطراب هوسو يقترح ان اكتساب خبرة عملية من خلال الانغماس في سيناريو مكافحة الحرائق قد يحل شكوك واضاف هوسو انه ربما وجده فريداً مختلفاً عن الاخرين الذين اعتقدوا ان هذه المنة مصممة خصصاً له يستمع باهتمام ويتم تحذيره من مغالطة التفكير بانه شخص مميز مشيراً الى ان الجميع مختلفون نهو يهدف الى مساعدة هوسو على فهم المصدر الحقيقي لمخاوفه ممتلاً للتوجيه يفهم هوسو الدرس ويشاركه مخاوفه بشأن ادائه اثناء حادث يربطه بخوف شديد تم الكشف عن انه تعرضه الاخر لهزت مماثلة حيث يروي لحظة توتر في القبو حيث اهتزت ساقياه عندما فتح النفذة اعجب هوسو برجال الاطفاء الذين انقذوا فكيف ردى هادئاً جداً خلال تلك الحادثة يوضح ان هناك حالات عابرة يشعر فيها شخص ما باحساس بالهدوء يجعله ميزاً في ذلك اللحظة دخل زائر الورفة باحثاً عن هوسو اتضح ان الرجل هو الرجل الذي انقذه هوسو من المبنى برفقة اصدقائه في هذه اللحظة الموثرة ادرك هوسو حقاً تفرده ثم اتصل هوسو بسرعة بوانهويرين الذين كان حريصين مع مشاركة الاخبار كان اليوم هو يوم التدريب الاحترافي وكان الجميع يشعرون بالفضول لمعرفة التفاصيل بما في ذلك هوسو الذي سمع عنها من قبل وجد ان التدريب اجتمل على مجموعة متنوعة من المهم مثل ارتداء قناع اكسوجين وحمل 27 كيلو جراماً من المعدات بالاضافة الى ذلك سيواجهون عقبات مثل الرقد باستخدام قضيب حديد يزن 32 كيلو جراماً وتسلق السلالم للحصول على مزيد من التوجيه عندما وصلوا الى ارض التدريب امرهم والضباط بالاستعداد مع فرقهم الخاصة قبل البدء اوضح الضباط قواعد التمرين وقدموا النصيحة والحافز لعدم الاستسلام او الاستسلام ابداً فلال المهم المجهدة اهمية المثابرة كنظيرتها قد تعتمد عليه حياة يذكر الضابط الجميع ان ما لا يقتلهم يقويهم فقط فضولياً بشأن التدريب الذي اكمله سابقاً مع هوسو سأل جونه عما اذا كان سيفيدهم يقوم تشيف بارك بابلاغ اعضاء الفريق انه وفقاً للمدرب فان التدريب هو حدث محدد بوقت سوف يرقضون اولاً الى هذه النقطة بخرطوم ويستمرون في التقاطه للنقطة بنقطة للقيام بتمرين الدنبل ثم اعداد سلم عند النقطة سي وعليهم الاقتراب من شخص مصاب واخيراً عند النقطة دي لديهم انطلق بسرعة الى السطح وقرع الجرس اثقلت صعوبة التحدي اذهان الجميع لاثبات التقنية المواسبة يستدعي الضابط شخصاً خاصاً يصادف انه صديق مقرب للفلق ويعمل كأس في فريق الانقاذ اطلقوا عليه اسمه بناء على توصية لي ودعوه الى التباهي بمهاراته اكمل هيون جميع الخطوات في ست دقائق وثمانية واربعين فاصل ثمانية وثلاثين ثانية محققاً رقماً قياسياً لا يصدق اشاد الجميع بادائها الممتاز مما اشعل روح العزيمة للناشئين لتجاوز ما حقته من انجازات شارك هوسو فيرسة تدريبية وكان دوره للمشاركة وسرعاً واكمل تدريبه تفوقاً بشكل خاص مع الدنبل بعد الانتهاء منه فيستمر في مهمة انقاذ شخص ما ومع ذلك في تحول غير متوقع للأحداث بدأ يواجه صعوبة في التنفس حيث بدأ ان اندادات الاكسوجين في الخزان محدودة تقضاء لقوته تريجياً وعلى الرغم من تحذير الضابط بالامتناع عن نسع القناع اثناء التدريب اصبح الوضع لا يطاق قرر هوسو اخيراً خلع قناعه وسرعان ما انهار اتضح ان هذه الحلقة باكملها كانت مجرد رؤية من تأليف هوسو يسأل وون هو عما شاهده ويوكد له هوسو انه لا يوجد سبع يدعو للقلق في هذه الاثناء يتحدث الهيون يعترف بان هذه الفرق تأتي بسرعة كبيرة بسبب تأثيره ومحاولاته لتسجيل ارقام قياسية جديدة وجد يونسون ان طالب هذا العام ممتع للغاية حان الويرين ويرين مشهورة بتلقها ومهاراتها الرائعة يبدأ المؤقتة وهي تعمل برشاقة شديدة وتدذل جهوداً مذهلة للوصول الى رقم قياسي جديد سرعتها مذهلة لقد اكملت مهمتها في سبع دقائق واربع وعشرين فاصل اربع وثلاثين ثانية الضباط يصفقون لادائه الممتاز وينتظر رجال الاطفاء الاخرون بفارغ الصبر دورهم متحمس لجعل بصماتهم يكون الجو اكثر بروزاً عند حدوث المنافسة اخيراً جاء دور هوسو لاذهار قدرته كان يون يتطلع حقاً الى اداء هوسو حيث اشاد به كثيراً ما اجبر ينسي على تحدي هوسو يعد هوسو نفسه بجد للتأكد من انه يبقى حريصاً في كل نقطة في تجميع ذي بريفري للمهمة ينصح الضابط الجميع بتنبيهه في حالة ظهور اي مشاكل ثم يشير لبدء المهمة ركب هوسو بشكل رائع واذهلت السرعة الجميع واثارت التصفيق بسرعة ومهارة اخذ الخرطوم اجاب الجميع بففة الحركة قلقاً على سلامة هوسو حذره الضابط من المضي بحذر لتجنب الاصابة كان يون قلقاً ايضاً بشأن رفاهية هوسو سحب هوسو السلم وسرعان ما القى به الى اسفل مما اذهل للجميع بادائه الرائع بينما كان يون سيوم يشاهد كل شيء انقذ هوسو بمهارة الاشخاص المحتاجين على الرغم من نفاب الوقت كان هوسو على بعد خطوة واحدة فقط من خط النهاية اندلع الحشد في التصفيق للاعتراف بادائه الرائع كان تركيز هوسو اقوى من قلقه الذي منعه من تخيل المستقبل اثناء التدريد عادت ذكريات الطفولة الحية لتفكيره بالوقوف في المقدمة مما دفعه للوصول الى هذه المرحلة بدفعة من الطاقة اندفع هوسو للامام ودق الجرس واكمل التمرين بطريقة جديدة وقت قياسي بلغ خمس دقائق وثمانية وخمسين ثانية وقد اندهش الجمهور من ادائه الاستثنائي بعد ادائه اعجب به الجميع ومقدر اخذه الضابط الى الطابق السفلي حيث فوجه يونسيون بادائه المذهل واخبره ان هذا الرقم القياسي سيبقى طالما يمكن لاحد تجاوزه بسهولة الانو هو سعيد جدا بصديقه بينما تساءلت يارين عن كيفية تعامل جسدها مع مثل هذه الخطوة شعر هوسو كأنه سيموت مقطوعا تماما عن جسده لاحظ يارين انه بدى هادئا جدا يعققد هوسو انه انه سيؤدي بشكل جيد للغاية فريق هوسو جاهز لادائهم بهدف تقديم افضل ما لديهم تماما مثل عضوهم الاس تجاوز هوسو وجون بارك وهي الحد الزمني استغرقوا سبع دقائق بينما اصيبوا بطريقة ما اثناء التدريد مما تسبب في تحطمها سجلت وقتا قدره تسع دقائق وخمس عشر ثانية اكمل يهان مهمته في سبع دقائق وثمانية واربعون ثانية متوقفة في سبع ثماني واربعون ثانية وتجاوز في ثماني وآحد عشر ثانية الان حان دور الاعضاء الاخرين توحدوا خلفهم فجاء شخص واحد في تجاوز هوسو يعتقد وين هو انه ليس ماهرا مثل هوسو ولم يتم تدريبه مثل ويرين لكنه يعتبر نفسه رجل اتفاء مثلهم اثناء القيام التمارين لحظ ان موقف وون هو الوحيد كان جيدا جدا انهو وون هو بسرعة ومهارة مهمته في استعادة الخرطوم وانتهى في سبع دقائق وواحد وعشرون ثانية وذلك انتهى التفتيش وعاد الجميع الى اورفهم اثنى بارك على الجميع لادائهم الممتاز كما اعرب هوسو عن تقديره لاعضاء فريقهم ثقر يوهان هوسو بتذكر وجه المدرب الذي تحداه وتسبب في خسارته لان هوسو وهر هذه المرة ثقر بارك ان المشكلة الاكبر تم حلها يسأل جوهان عن تخرجهم فاجاب بيم انه لم يتبقى لهم سوى اسبوعين نصحهم بمواصلة العمل للجد حتى النهاية ثم ور الوقت وحل يوم تخرجهم اخيرا جاء يوم التخرج ويستعد للجميع للحفل يبدو هوسو بعيون دامعة لفت انتباهه ان هو الذي اعرب عن قلقه على سلامته لحظوا ان هو تعب وتورم عينيه وسأل اذا كان هوسو بخير قال هوسو انه كان متوترا جدا في الليلة السادقة تخيل بوضوح الامسيات التي يقضيها في المرح مع الاصدقاء حتى انفصل اخيرا تحدث بارك مع المجموعة التي شككت في استعدادهم وحثهم على المضي قدما في الحفل غارقة في مشاعر ودا انه يشكر الجميع على مرافقته في هذه الرحلة حيث يتذكر الاوقات الجيدة التي شاركوها مع زملائه كما اصبح باقي اعضاء الفريق عاطفيا مما خلق جوا مؤثرا وحزينا للغاية تادل الجميع المشاعر الدافئة مع بعضهم بعض واقترح يهاني بالثاؤل انهم سيجتمعون مرة اخرى في حفل اخر شجع بارك الجميع على الانضمام اليه وقاد الطريق الى حفل التخرج ساروا هناك معا مرة واحدة داخل احد المضيفين طال من الجميع الجلوس يثقه سوفيو انهو بتوتره المتزايد ويبدأ حفل التخرج بعرض مقطع قصير يسلط الضوء على الذكريات واللحظات المضحكة من تدريبهم ويتم التقاط هذه اللحظات في فيلم طوال فترة تدريبهم كما يشاركون تجاربها من مؤثرة ويحتفلون بفريق ثلاثة للنجاح في تحقيق رقم قياس جديد بالاضافة الى انهم يرون قصصا من رجال الاطفئة لاخرين الذين يشرحون بوافعهم لختيار هذا المهنة للنبيلة استجاب الجمهور بتصفيق متأثر بجهدهم الجماعي وقال اختتم حفل توزيع الشهادات بالتعبير عن اطيب التمنيات لجميع الفريين حثهم على الاستمرار في انقاذ الارواح باقصى قدر متفاني عندما وقف الجميع وحيوها كان هوسو الان رجل اطفاء نجح في تحقيق حلمه بلغ ذروة نموه ووجه في تشورم كافة تمتظر هوسو بصبر وصول يرين يسأل عنوان هو الذي اخبره هوسو انه يبحث عن نكان جديد للعيش فيه حيث تم تعينه في محطة بعيدة جدا شعر هوسو بنوع من السعادة بمعرفته له الان كاطفائية رسمية قابلت يرين هوسو خصيصا لرفع معنوياتها عندما تجد نفسها تكافح من اجل فكرة ان تكون بمفردها ثم سأل هوسو يرين متى سيلتقيان مرة اخرى في الحياة التالية مما تسبب في زحف احمر الخدود على وجهها فضوليا بشأن المحطة التي تم تعين هوسو لها استفسرت يرين ايضا يكشف هوسو انه تم تعينه في محطة جاكدو سأله هوسو متسائلا عما اذا كان قد تم تعينه ايضا في نفس المحطة كدت يرين شكوك هوسو التي ابلغتها بانها تم تعينها في نفس المحطة اتحت هوسو موجة من التياح والفرح ملأت هوسو بالفرح كشفت يرين انها ستكون جزءا من الفريق المسؤول عن رشمية تزداد اثارة هوسو عندما علم انه في الفريق اثنين يحذر يرين هوسو من الحفاظ على سرية القوة العظم ونصحه بعدم الكشف عن ذلك علنا انها تشجعه على تسخير قواه من اجل الصالح العم ويبذل قصار جهده يوافق هوسو يؤكد لها يرين انه ستتاح لهم الان الفرصة لرؤيتهم كثيرا كلمات ودع المقهى واستعد للحفل لم يستطعوا سو احتواء حماسه من الادراك الواضح انه ويرين سيكونان في نفس المحطة وصرف اليوم التالي اخر يوم لهم في الاكاديمية المركزية حيث كان مليئا بصور السلف الوداعية العاطفية والعناق الحر حيث تبادل للجميع التحية اخيرا حان الوقت وصل هوسو الى محطة اطفاء جاكادو رن جرس الهاتف في محطة الاطفاء جاكو يجع جينهيتي على التقاط الهاتف بعد انتهاء المحادثة سأل شريكه عما حدث طلب جيان من زملائه اعداد تقرير عن نتائج تدريب الوقاية من الحوادث الذي تم اجراؤه منذ بعض الوقت بعد احفة رن جرس الهاتف مرة اخرى هذه المرة تم الرد عليها من قبل المدير وكان زميله يشعر بالفضول حيال الموقف واكل له المدير ان كل شيء على ما يرام ثم اتصل جيان بهوسو واخبره انه سيساعد في تعريفه بالمركز يقدم قائد فريق الاطفاء الثاني في المركز والرئيس بيك جاموتان ثم يقود جينهوسو الى المرآب حيث يشرح كيفية عمل المحطة لقد تم تفصيله بالفعل حتى يتمكن هوسو من الحصول على فهم شامل فجأة انتصل سيارة اسعاف ويخرج منها شخصا استقبل هوسو بارك يوم سائق سيارة الاسعاف وكيام يومجين الذي كان فخر المركز واخبر جيان هوسو انه لا يراه كثيرا بسبب حالة الطوارئ المتكررة كما لحظ هوسو اسم يارين على الاسم الذي تم تشغيله في صندوق السيارة مما سعدها له فما سأل جيان عن مكالمتها للطارئ اصوات في قسم الاتفاء في جاكدو تشير الى ان شخصا ما كان محاصرا في السيارة بعد وقوع حادث يستعد الفريق بسرعة للرد على موقع الطوارئ وهناك ثلاثة ازرار على حائط ويوجه جيان هوسو الى وظائفهم عند تلقي مكالمة طوارئ خلال النهار بعد ان غادرت سيارة الاسعاف نصح هوسو باغلاق الباب بطريقة ما وشدد على ان هوسو كان عليه ان يتذكر ثلاثة ازرار لفتح وايقاف واغلاق الباب ثم شرح الفرق بين نداء الاستغاث ونداء الانقاذ الى هوسو عندما بدأ في مشاركة التفاصيل حول العمل طلب هوسو للحظة الحصول على مفكرة مندهشا شرب الشاي وتذكر مضيه في هذه الاثناء يقترب مدير بيكي ويسأل عن قلقه بشأن الوافد الجديد مع ملاحظاته وتفاجأ برؤية الرئيس يحييه باحترام بعد ان غادر الرئيس شرع في اعطاء وصف مفصل للوظيفة في سن الاربع وعشرون اصبح هوسو موضوع مفاجأة بين زملائه في القسم مما اثارت ضحك في اعماقه شعر هوسو بفرح كبير واحساس من الحظ من كونه جزءا من الفريق واكال هوسو انه يمكنه طرح اي سئلة لديه بشكل مريح ربا على ذلك اعرب هوسو عن رغبته في التسليم واوضح ان تكرار الارسال يعتمد على نوع البلاغ لكنه لم يكن متأكدا من الحوادث المتعلقة بالحريق يتكاهن ان الحريق الذي لا يمكن التنبؤ به ربما كان له اثره ولكن هوسو لا يزال يتوق الى تذوق السيني والحريق الحقيقي وسط افكاره يسأل الرئيس مازحا من يريد النار جعلته يشعر بالصدمة والاعتذار ليغلب عليه التوتر تراجع هوسو الى المرآد وشعر بالعزلة ففكر في كيفية تشبه كل جلسة تدريب معركة فجأة تصل سيارة اسعاف ويطلبك يمل مساعدة من هوسو اجبر هوسو على ذلك لكن عندما نظر الى الجزء الخلفي من سيارة الاسعاف صدن وشعر بالخوف قال السائق لهوسو انهم بحاجة الى سيارة اسعاف قبل ان يتم استدعاء مرغا اخرى شعر هوسو بالقلق بشأن المشهد الذي حدث امامه يجلس هوسو جيان ورئيسهم في شاحنة الاطفاء وهم يتجهون نحو وجهتهم لانك تشعر ببعض التوتر بشأن الفرصة لكنه شجعها على عدم القلق والتركيز بدلا من ذلك على الراديو يستعدون الوصول الى الموقع عندما وصلوا وفاجأوا وجدوا انه لا يوجد طارق على ما يد ابلغ شخصا عن التدخين لكن كان مجرد شواء لحوم العائلة في فناء منزلهم بسبب الطقس اللطيف تحدثوا عن روائح الطعام الجذابة وناقشوا خطط حفل ترحيب لهوسو يقاطع قائد مذكرا اياهم بالحفاف على تركيزهم لانهم لن يعرفوا الوضع حتى يصلوا الى المركز هوسو وجيان اعتذران الى الرئيس وينتقلان الى مكان اخر حيث تم الابلاغ عن الدخان هنا اعتذرت سيدة مسنة للفريق موضحة ان الدخان سببه نفايات حرقتها الشمس ثم توجهوا الى مركز العلاج فقط ليجدوا انه ليس بالامر الكبير في النهاية عدوا الى قسم مكافحة الحرائق جاكو تفعل يسأل باقي اعضاء الفريق عن سبب عودتهم قريبا ويرد رئيسهم بانه لم يحدث اي شيء مهم مما صدم الجميع في القسم نظرا لانها كانت مكالمة طوارئ ناقش في ان هوسو كيف ان يومهما الاولى كان مليئا بالاحداث وشكر هوسو يحنى على الاشياء العديدة التي علمها يحنى والتي اثبتت انها مفيدة جدا عندما اقترب خمسة من ديون اخبر هوسو ان الوقت قد حان لانهاء تحولهم نصحه باخذ قصد من الراحة بعد التقديم يتطلب الموافقة فلأت جاءت رؤيته التي لاحظت وجود فتاة وتوترت عندما ادركت ان الفتاة التي قالت انها متاخرة مع الدخان يتصاعد النجر قريب في الساعة خمسة فاصل ثلاثين كانت الساعة خمسة فاصل عشرون في يارين وهوسو يتحدثان عن يومهما الاول سألت هوسو يارين كيف كان يومها الثاني مرت الايام معتبرة انه مختلف عن روتينها الاسبوعي السابق ذكرت يارين انها شعرت بانها جديدة بالنسبة لها على عكس هوسو الذي افتبرها بانتظام سأل يارين بعد ذلك عما اذا كان هوسو قد حفظ الجغرافيا التي اجاب هوسو بثقة بنعم مؤكدة استشهدا بوقت فراغه سأل يارون مازحا اذا كان لا يزال يخطط لحضور الاجتماع في ذلك اليوم على افتراض انه سيستمتع بطن لحم الخنزير ضحك هوسو ردا على هذا فجأة اتصر الرئيس هوسو وحثه على رقوب الشاحنة على الفور لان لديهم حريقا طارئا للحضور تم الابلاغ عنه في كريستال كريوكي امن مركز التسوق سأل يارين هوسو اذا رأى اي شيء مريد كلاهما يركبان الشاحنة ويتوجهان الى الوجهة تمتم هوسو بعصبية الى نفسه غير متأكد اذا فاته شيء حيثا محل الموقف اخبره المدير ان موقعهم الحالية كان عند التقاطع رأى حسو الدخان يؤكد الموقع فجأة ظهر وميد قبل ان يلف هوسو ظالم حيطه شعر بالاتباك غير قادر على رؤية اي شيء في الظلام بحث بشكل محموم في الجدار الايمن اصيب بنوبة هلع في النهاية وجل جدارا لكنه فقط توازنه وسقط لست متأكدا مما اذا كان قد سقط يسارا ام يمينا هل اهوس وواصل بحثه ولسوء الحظ باءت جهوده بالفشل لانه لم يتمكن العثور على اي جدران او رؤية اي شيء يسم نصحه جيان بالتركيز فقط على المهمة حيث يوجه الرئيس الناس بعيدا عن المتجر ويضمن سلامتهم وبسبب التوتر وبخ هوسو نفسه لعدم قدرته على رؤية او فهم الموقف امر الرئيس باختراق نافذة الكاريوكي في الجزء الخلفي من المبنى وانتظار المساعدة ثم صرخ الرئيس في هوسو ليحترس من بكرة المحتملة اعد هوسو نفسه ودخل المتجر مع جيان استعد جيان لفتح النافذة وقام بعمل جيد دخلت هوسو المبنى وبدأت في استخدام المياه للسيطرة على الحريق جند مساعدته سوى في منتصف عملهم كان لدى هوسو فكرة استخدام ضغط الماء لدفع الدخان نحو النوافذ عبر المبنى لأنه يذكر هوسو بالتركيز على المهمة التي بين يديه ويقدم له كاميرا تصوير الحراري التي اخذها هوسو نبهوا على الفور اذا اكتشف اشارة حرارة فقد اقر هوسو بتعليماتهم بمواصلة دفع الدخان بمنقار ضغط الماء وهو واثق من ان الوضع سيكون تحت السيطرة قريبا بعد ان عفروا على المصدر ولم يفكر مضى وقت طويل على بدء الحادث وجه المنقار هوسو ليتبع قيادته ويصوب المياه التي كان يصوب اليها لكن هوسو شعر بالخوف قليلا لان الماء حجب رؤيته مما جعلنا الصعب رؤية شركه ردا على ذلك اوقف هوسو مضخة المياه مؤقتا بينما رأى هوسو المضطرب رئيسه يتحرك في ظلام مما رعبه وفجأة فقد هوسو نظر القائد وناد عليه ادرك انه لا يستطيع رؤية تصميم الغرفة متشككا في موقع المدخل واتجاه الامان والخلف بدأ هوسو يفقد وعيه بعصبية فجأة مدت يده اليه وامسكت بقميصه ادرك هوسو ان شريكه اقنعه باتباع تعليماته عثر الحارس على مصدر الحريق وتمكن من اخماده الان خرجوا من المبنى مع هوسو بارشاد من شريكه في الخارج سأل بقية الفريق هوسو اذا كان بخير وتأكد الرئيس من ان كل شيء على ما يرام ثم خل عضاء فريق البقون المبنى بدأ هوسو تعبا عصبيا بشأن البقاء على مقربة من رئيس مجلس الادارة ويذكره الرئيس ان هذا جزء من غيفته ونصحه بتذكرها شكر الفريق يرن على العمل الجد والجهد الذي بذله لمساعدة الفريق اثنين على تصريف الخرطوم مما سمح لهم بانهاء المهمة والخروج من الخطاف فوس الذي كان جالسا بمفرده واقترب منه جيان متسائلا عما اذا كان قد نظف نفسه يكمل جيان هوسو قائلا انه قام بعمل جيد يقترح قائد الفريق الثاني تناول اللحوم ويقترح جيان تغليفها لان لديهم مكانا يذهبون اليه ثم استدع قائد الفريق اثنين هوسو بينما رد هوسو على القائد لكمه في ظهره بشكل هزلي مما تسبب في صراخ هوسو بدهشة ثم يخبره القائد ان ينظر الى وجهه فيخبره ان التسليم الاول ينتهي دائما بهذا الشكل بالنسبة للجميع شرعوا في شراء اللحوم من المتجر طلب ديون من الرئيس الانضمام اليهم لانه كان يغادر اولا لكنه احضر هوسو لمساعدته على الدراسة بسرعة ثم يدخل بارك يون وكيام يون الغرفة ويسألان عن مكان وجود اعضاء فريقهم يرد احدهم بانهم ذهبوا جميعا للقاء كان الفريق اثنان يستمتع بوجبتهم عندما فوجئ بارك وكيام بتركهما خارج التجمع الزعين يعتذر لهم يمصح جيان جين الصغير بالشرب باعتدال لانه سيكون لديه يوم مليء بالتحديات ينظر جين الى الاعلى ويعلق على ان هوسو هو الشخصية الرئيسية اليوم ويستمرون في الاستنتاع بطعامهم يشعر هوسو بالسعادة لكونه محاطا باشخاص طيبين ويعتبر نفسه محفوظا في الساعة ثمانية فاصل ثلاثون صباحا التقت هوسو بيرين التي قالت انها لابد انها نمت جيدا بينما امتنام نظرا لانها كانت في الخارج عند الفجر ناقش الحادث في اليوم السابق اعرب هوسو عن خيبة امله معترفا بانه لم يساهم كثيرا في فريقه تصل دوجين الى قسم الاتفاء بعد سماعها بوصول المجندين وتودع يرين القائد وهي تغادر تعترف القائد بانها دائما اخر من يغادر كل يوم وتعجب بمظهرها يدفعل القائد بشكل هزلي مع كيم ويسأل قائد الفريق عن مكان وجود رئيس المركز على افتراض انه لن يأتي اليهم فجأة يخبرهم رأسو ان الرأس مع هوسو في الاصل امره رئيس المركز هوسو بارتداء بدلة النار وسرعان ما ارتدى هوسو البدلة ثم اخبره رأسو بالعودة الى وضعه الاصلي مما دفع هوسو الى خلع النار دعوى العودة الى دورها الاصلي يفكر هوسو في حجم العمل المكتبي الذي قام له يعمس مع صافرة اعادة التشغيل ويبدأ هوسو في ارتداء بدلة النار مرة اخرى ويكمل مهمة الرئيس يمره بالراحة واعادة الدعوى الى مكانها سأله هوسو عما اذا كان رئيسه علمه الانضباط الذي يكده ودعاه للحضور الى مكتبه بعد ان تعاف كان هوسو متوترا بشأن نوع الشخص الذي كان هذا الرئيس طرق على داب المكتب الرئيس ودخل للغرفة واستقبل رئيس الضباط اعرب رئيس الضباط عن خيبة امله في قوله انه لا يستطيع الحضور بسبب قدميه ولم يكلف هوسو نفسه بابلاغه وسأله هوسو عن صعوبة المهمة واشار الى خريطة توضح انها تقع ضن اختصاصهم بسبب انشاء مجمع المصنع الجديد مؤخرا وزيادة عدد تقارير التي استجوابها اكثر اذا كان ستة اشخاص كافيين للتعامل مع الاختصاص فجأة انطلق جرس انذار الحريق وحدث انفجار حريق هائل في المصنع وتم ارسال فريق الانقاذ على الفور لاخماد الحريق يستجيب مركز البناء ايضا لحالة الطوارئ جاء قائد الفريق واستفسر عن موقف اثناء مراقبة سحابة النار الصعيدة اتصل الضباط بجيان لمرافقته وطلب قائد الفريق من هوسو المساعدة مع الحفاظ على مسافة امنة هرع الفريق بسرعة الى النار لخمادها شعر هوسو باحساس عميق بالعصرية عن اقترابهما فأت صدر اعلان عبر سماعات اذن لاعلامهم بوصول فريق الكوماندوس قام كبير الضباط بتسليم السيطرة على الموقع الى الموقع هانا التي قادت مبنى العمليات الميدانية ومحيطات نيو سيتي هي الان تحت وصايتهم تدفقت الطلبات من المبنى افوخر رجل مصاب من المبنى مصابا بحروق شديدة وانقضه الفريق على الفور وبدأ بنقله الى سيارة اسعاف واوهوسو كل طاقته في رش الماء على النار للمساعدة بجدية وجروا جزءا محفوفا بالمخاطر وقرروا الصعود الى السطح بعناية لان المبنى يمكن ان ينهار في اي لحظة حثوا هوسو على الاستمرار للتركيز مؤكدين على الحاجة الى تركيز الفريق اتصل به هسول الانضمام اليهم وسرعان ما امتثل لانهم كانوا بصدد اطفاء حريق في مبنى عندما دخلوا اليه تحدث الضباط الى فريقهم قائلين ان البحث عن نجين في المبنى لا يمكن ان يتم الا مرة واحدة تم اطفاء الحريق والمبنى بالكامل وامرهم على الفور باخماد الحريق بسرعة على الرغم من ان المبنى باكمله قد غرق من رش الماء يظل الماء ساخنا بشكل لا يطاق امروا مضباط بمواصلة جهودهم الخارج وانصحوهم بفتف الطريق اولا لاحظ هوسو ان الطريق بدى طويلا جدا عبر جهاز الاتصال اللاسلكي قال الضابط انهم كانوا ينتقلون من المبنى بي الى المبنى وي نقطة بعد لمس سين بلا حظو الحريق يقترب من المبنى وي نقطة فجأة اندلع حريق في منزل تطلب مهمة انقاذ حد مقدم الطلبات عدد للاشخاص الداخل وجدوا الشخص الذي يدعي الامر وسرعان ما اخمدوا الحريق دخلوا المبنى وبحثوا بجد عن اي شخص اخر في خطر وجد المنقذ شخصا وتلقى اوامر من الضباط لهوصول اخراج الشخص اثناء طلب دعم اضافي ركض هوصو على الفور لانقاذ الشخص واعطائه الاكسوجين ورافقوا المدعي بامان يخبر الضابط المظفين ان رجال الاطفاء في جين كون في طريقهم للمساعدة بعد سماع هذا صدم هوصو عندما اكتشف ان احد فريقي وين هو قد جاء وتم الاعلان عن طرف اخر واعلن الضباط ان الحريق انتد الى المدخل مما جعل الاخلاء استحيلا دخل قسم الاطفاء في جين جين المبنى ايضا واستمر الحريق في الانتشار بسرعة وقاتلوا بلا هوادة ضده كان المشهد يكتنفه النيران المتصاعدة اجتاح اللهب المناطق المحيطة بسرعة مما تسبب في حدوث تصدعات في المبنى امر الضباط المظفين على الفور باخلاء المكان لانه كان على وشك الانهيار للتعبير عن قلقهم بشأن العديد من الاشخاص المحاصرين بالداخل شهد اعضاء فريقهم فجأة وهم يرقضون خارج المبنى وهم يحملون النجين سلموا الجرح لرفاقهم وامروهم بمواصلة جهود الانقاذ يشير الضابط الى انه لم يتبقى اي منقذ بالداخل وان المبنى قد ينهار في اي لحظة الضابط يحذر فريق جين كون بالبقاء في حالة تأهب وامام كيف يثني بحماس ويشيد على هوس لادائه الرائع ويتأكد من ان الجميع قد تم انقاذهم ولم يحدث اي ضرر ويلحظون قلقا عميقا هوس انه سيسأل عما حدث قريبا حدث رأهما قبل اخبره هوس ان هناك شخص اخر محاصرا بالداخل بناء على امر الضابط اصيب جاكد لاخلاء هوس بالذعر لا يزال مع اتصال مفاجئ له شخص ابلغهم ان هوس كان مشغولا باعمال الصيانة مع الفريق الاخر الان يمكن لهوس ساعدة المحتجين ودفعه الى الاندفاع الى الابن الناري رجال الانقاذ يقدمون الاسعافات الاولية للمصابين يسمع هوس ان الاشخاص الذين تم انقاذهم يستمرون في قول اسم السيد بارك ويرسل رسائل عن السيد بارك ويبلغ رجال الانقاذ ان بعضهم لا يزالون محاصرين ويصرخ اسم السيد باركب لا توقف لان المبنى هو علاو شكل الدمر ايضا تحت ضغط كبير سقط المبنى اخيرا الى اشلاء حاول هوس معرفة ما يحتاج الى القيام به بينما استمر الرجل الذي تم انقاذه في الصراخ والبكاء مدركا ان السيد بارك لا يزال في الدافل كان هذا لحظة من الذعر فبالنسبة لهوس الذي شهد كل ما حدث كان السيد بارك بالفعل لا يزال في الدافل واعنى الضابط عن اكتمال عملية الانقاذ وتسليم اعمال المتابعة لفريق اخر امر الضابط جيان باحضار هوسو اليه على الفور ونصح جيان بالذهاب الى مكان ضروري يأمره بالعثور على هوسو والذهاب معهم لمواصلة عملهم يتوجه الفريق الى الشاحنة لتلقي مزيد من التعليمات بدى المدير جون بام شين حزينا بشكل واضح مما دفع المدير للاستفسار عن حالته الصحية سلاشين بيكا جونر عن صحته يقترب جيان من فريق جين جوينفا للإستعلام عن هوسو لانهم لا يعرفونه اخبرهم جيان ان فريقهم قد ابلغ ان هوسو يساعد في صيانة قسم الاطفاء في جين جين ويحذر اعضاء الفريق الاصلي جيان من ارتداء خوذة بسبب ارتفاع مستى الخطر ارتى خوذته على الفور ركض الجميع لان المبنى كان على وشك الانهيار دعا الضابط ون هو للانضمام اليهم وسماع اسم ون هو صدم جيان وادرك انه هو الشخص الذي اخبر فريق جاكد عن هوسو سال جيان وان هو عن نكان هوسو فجأة سمع ان السيدة ذارك كان بالداخل واندفع نحو المبنى لكن الضباط منعوه من الدخول بسبب الخطر الذي يذكره برؤية هوسو بينما يبدأ المبنى في الانهيار يخبر وان هو جيان ان شخصا ما لا يزال في الداخل ويفاجأ الضباط وفدأة شاهد رجلا يخرج من المبنى يحمل شخصا اخر انه هوسو منقذ وسط الفوضى يصرخ الجميع طالبين بقدوم سيارة اسعاف بمجرد اصابة شخص ما يدعوه لانه سقط وفقد وعيه بعد ايام قليلة بدأ ضابط التحقيق في حادث وقع قبل ايام قليلة حيث كان هناك حاجة لدعم مدينة والمحافظة بسبب حريق كبير اوضح السيد بارك ان الحريق انتشر بسرعة من المعدات المتضررة مما يجعل من الصعب اخمادها من اجل الاحاطة ولكن لاخباره انه دخل مبنى على وشك الانهيار وانقذ شخصا ناقشه يلاحظ هوسو انه وافد جديد ولديه طموحات كبيرة لكن الضابط يثير اسئلة حول العواقب المحتملة اذا فشل هوسو او اذا ادت افعاله المتهورة الى وفاته هذا ما اثار حفيظة الضابط الذي صح متسائلا كيف سيعاقب رجاله تم تحديد مشكلتين اولا تم تشييد المباني بمعد خفيفة الوزن مما تسبب في تجاوز الحريق معدل الاطفاء المتوقع ثانيا هناك نقص في اليد العاملة واوضح ان التطور السريع لمجمع المصنع الجديد ادى الى زيادة كبيرة في الحرائق في المنطقة وكان المركز يعاني من نقص في المظفين واستمر الضباط في الصراخ بغضب وكشف انه بغض النظر عن معدات البناء مع القوى العاملات الكافية ايما كان ان يحدث انقطاع في المنطقة كل ما اظهر عدم يقينه في وقت مبكر غادر الغرفة مع كل ضابط ضده لكنه اختار عدم الانخراط في السياسة يسأل زميله بارك عن اداء الوافد الجديد ويدافع بارك عن قدرات هوسو قائلا انه اذا لم يتمكن مدير المركز من حماية طاقمهم فمن سيغادر المكان خوفا من العقاب اجتاح اللهب كل شيء بينما وصل هوسو السير نحو المبنى المحترق اندفع نحو الهيكل وبمجرد ان ظهر وميد من الضوء يعيده الى رشده يدرك انه سقط في مبنى منهار على الرغم من ان موجة من العصبية تغمره ليجد طريقا ويفتح بابا ليكشف ان هذا المكان لم يكن جزءا من المخططات الاصلية دون رادع ضغط الى الامام ووجد رجلا اسمه بارك محاصرا تحت الانقض صاح عضاء خارج فريقه ان شخصا ما كان يقترب خرج هوسو من المبنى المنهار حاملا رجل المصاب على كتفه بعد ان استعاد هوسو وعيه وجد نفسه مرة اخرى في المستشفى حيث كان اعضاء فريقه موجودين بالفعل ناقش رفاههم وشعر هوسو بخيبة امل لانه لم يكن قادرا على اداء وجاته بشكل صحيح ينخرطون في محادثة معترفين بان هوسو قد تعلم درسا قيما يعرب هوسو عن امتنانه لهم جميعا لدعمهم حيث يغادر الجميع هوسو ويشعر بالوحدة وهو يفكر في فكرة ان لديه نوعا من القوة الخارقة فجأة نادى صوت يسأل عن مكان هوسو وفتح الباب هذه المرة ظهور يارين المفاجئ جاء وصرخ متسائلا عما اذا كان يريد الموت حقا سأله هوسو عما اذا كان قد اعتن به اثناء نومه صرخت يارين في وجهه وصرحت بحزم انه لا احد يهتم به كما فعل يذكر انه عاد اخيرا الى المنزل ويحتاج الى الراحة لكن لا يمكنه ذلك لان هوسو هوسو يؤكد له انه سيكون بديله لاحقا حرصا على سلامته اكد ان الامر لا يتعلق فقط بالعودة الى المنزل او البحث عن بديل جعلها تدرك ان الوضع قد يكون اكثر خطورة اخبرت ايرين هوسو ان ونهو اخبره عن الوضع برمته في الصباح وذكر ان مدير المركز اتصل بالمكتب الرئيسي بسبب حادثة هوسو طلب هوسو المزيد من التفاصيل ينصحه يرين بالنظر في الصورة الاكبر اذا كان يرى المستقبل حقا بينما اعترف بنوايا هوسو الحسنة سأل ايضا لماذا لم يخطط قبل اتخاذ اجراء واكد انه ليس لديه فكرة عن ندى خطورة التصرف نفرده في منظمة ما يمكن ان يقترح انه يجب ان يتعامل معها بطريقة منهجية لان هذا هو الوقت المناسب له اتفق معها وتذكر الوقت الذي قضاه ما في المدرسة حيث تعلم دروسا قيمة من امتكاب الاخطاء وشجعه يرين على فعل شيء مختلف من الان فصاعدا فكر هوسو في كلماته وادرك انه كان على حق لقد مد يده وشد يديه واعرب يرين عن امتنانه لمساعدتها على رؤية كل شيء وعدها بانه سيغير طرقها بعد خروجه من المستشف عاد هوسو الى محطته والتقى مع فريقه كان يرين هناك ايضا يبحق زملاء هوسو في الفريق ويقولون انه اذا تزوج الاثنين لما التقي بسبب الاختلاف في اوقات الدوام استماع الى هذا خرج تيرين وتبعها هوسو للاعتذار شعرت فقط بالتوتر وارادة الهرب ذهب هوسو الى ورفة المخرج وكان متوترا جدا يأتي الرئيس هناك ويمسكه واقفا عند الباب ويطلب منه الدخول انتظر هوسو في المكتب الرئيسي انتظارا للمحادثة اقترب الرئيس من هوسو وسأل عن المذكرة وسأل عما اذا كان قد قرأها بعد اعترف هوسو بانه لم يقرأها ثم قام القائد بتشغيل الكمبيوتر وقرأ المذكرة اعتذر هوسو عن اهماله ينصحه بكدو بان يكون اكثر انتباها ويحثه على العثور على مقدم الطلب حيث لا يمكن للفريق ولا رئيس العثور على اي شخص حاضر سأل هوسو عن شخص قابله في مكان الحادث من يرد بانه وجد شخصا محاصرا داخل جزء معدل بشكل غير قانوني من المبنى يصبح محترفا متمرسا رئيس المرشدين هوسو اعرب عن حدسه حول امكانية المصنع لتعديل غير قانوني ينصح الرئيس هوسو ان يتصرف بذكاء مع التأكيد على اهمية مشاركة الخطط مع الفريق لتعظيم جماعيهم تؤكل مساعدة الرأس على اهمية العمل الجماعي اعترف هوسو باوامر قائد الفريق سلهوسو عن وظيف المكتب وذكره بان يكون اكثر حرصا في المستقبل في الساعة 11 مساء عندما كان كيم وبارك يتجادلان تلخل هوسو فجأة وعرض مساعدته اتضح ان ما طلبه كيم هو ان يقوم هوسو باعداد بعض الرامن شارك كيم وصفة الرامن مع هوسو في البداية تم توجيه هوسو لفرم الفلفل للحر والبصل الاخضر في مواجه كيم هوسو لاخفي اناء مبلل قليلا نرف بمجرد ان يبدأ الماء في الغليان يطلب من هوسو اضافة المعكرونة وتذكر وضع الرقائق صدر التعليمات لهوسو للسماح له بالطهي والاستمرار في الغليان بينما يواصل المشاهدة عندما يتحول لون المرق الى اللون الابيض وتظهر الفقاعات وهي اشار لاضافة توابل يقترح هوسو النف في القدر بيناتا عن المعكرونة مع رفعها وخفضها برفق ستكون المعكرونة جاهزة بعد اتداع هذه الخطوات قام ريمن بتعليم هوسو عملية الطهي بتفصيل كبير وقام هوسو بتدوين جميع الوصفات بجد جاء هوسو لاعداد الطبق فتوجه الى المطبع بينما لم يتصل يوم جون هوسو عندما بدأ رجاله للاطفاء المهم انطلاهم هوسو بصبر ووصلوا الى المكتب في هذه الاثناء طلب كيام من هوسو توفير بعض الرامن لهم مشيرا الى انه متعب للغاية عرض هوسو على كيام بعض الدجاج ليأكله الذي يريد الجميع الانضمام اليه تولى هوسو زمام الامور وطلب الطعام للجميع فدأة صدر اعلان طارئ بشأن حادث سيارة مع وجود سائق واحد محاصر في السيارة استعد الفريق بسرعة للمغادرة وتوجه على الفور الى مكان الحادث كانت هناك مكالمة الى كيام يوجين بينما كانوا في طريقهم الى موقع الحادث اتصل احد مقدم الطلبات وسأل كيام عن الموقع والتفاصيل وسرعان ما اقتربوا من مكان الحادث حيث تخبرهم فتاتان عن الموقف حيث تعرضت السيارة لاستدام سيء بشاحنة ترك الشخص محاصرا بالداخل في حالة حرجة والدم ينزف من يديه يحصلون على قاطع هيدروليكي من الشاحنة ويصدر الضباط تعليمات لهوصول توصيل الخرطيم بشاحنة في حالة حدوث حريق طارق ركضوا نحو السيارة وعند التفتيش رأى كيام ظلام في الداخل يدخل ويشعل الضوء الداخلي ليكشف عن جريح ينزف حصنفس الشخص وكان طبيعيا جنبا إلى جنب مع الدورة الدموية الطبيعية حتى لو لم يكن الجرح شديدا فإن تعرض الشخص للضغط بشدة في السيارة يشكل خطر حدوث كسور أثناء قلعه يأمر كيام أصدقاءه بأحضار أدوات القطع ويمصح فريقه بانتظار الإشارة اقترب من المصاب واستفسر عن وعيه يذكر الرجل أن لديه ابنة ويؤكد له كيام أنه سيتم إنقاذه قريبا وسيكون قادرا على رؤية ابنته مرة أخرى أشارت إلى فريقه الذي شرع في إنقاذ الشخص استطلع هوسو المشهد بأكمله بدهشة عانى الرجل من نوجة من الألم الشديد وفقد وعيه أخيرا حثه كيام على النهوض لرؤية ابنته تشارك في محادثة يوجه فريقه لتسريع عملية الاستخراج يوجه الفريق هوسو لمرافقته ويدخل كلاهما في سيارة الإسعاف أثناء نقل مرضاهم مع الحفاظ على واتيرة سريعة مع ضمان السلام تلقى كيام مكالمة هاتفية وقدم علومات مفصلة حول حالة المريض المصاب بالتهاب الحمامي المشتبه له وكان الجزء العلوي من بطن المريض شديدا بشكل معتدل يقوم كيام بحقم المريض ويطلب من هوسو مراقبته عن كثب حذر هوسو من العبوس أمام المرض يأمر كيام هوسو بمراقبة المريض ويطلب منه تسليم المحلول الملحي لتنظيف الجرح عندما تتحرك السيارة بسرعة يصبح من الصعب عليهم الحفاظ على موقعهم طلب كيام من هوسو الحصول على حقيبة الإسعافات الأولية يستفسر كيام من بارك يوم عن الوقت المقدر لوصولهم ويطلب منه تفعيل صفارات الإنذار يدرك هوسو أن الرجل في حالة حرجة ويحث بارك يوم على صرف الانتباه عن العصابة التي ينتمي إليها موقع بارك الأولي ذكره هوسو بحال الطوارئ وتمكن من إقناعه يتذكر هوسو اقتراح يرين لاستخدام رؤيته المستقبلية في سياق أوسع ويتصرف وفقا للخطط الذي يشرع في مشاركة المشروع مع بقية الفريق أمرهم هوسو بالاستمرار في المر الجبلي عندما سمعوا عن هذه الحديقة فهم شراب معناها واعترف بحنس بفكرة هوسو الرائع قدروا أنهم يستطيعون الوصول إلى المستشفى في خمس دقائق عبر هذا الطريق تنتقل السيارة إلى المسار المحدد عن طريق تسريع سرعتها مع مرور الوقت افتزت السيارة بعنف بسبب سرعتها العالية على الرغم من معاناته من آلام مبرحة تمكن الرجل من البقاء على طريق ثبت أنه قريب جدا لكنهم استمروا في السرعة على طول الطريق بوقت أقل وأقل اقتربت سيارات الإسعاف بسرعة على طول الطريق مع بقاء دقيقتين وتسع وأربعون ثانية فقط لم يصلوا بعد إلى وجهتهم لكنهم وصلوا في الوقت المناسب نقل الرجل على الفور إلى قسم الطوارئ تعرب المستشفى عن تقديرها لهوصول فكرته الرائع أثناء انتظار الأخبار في المستشفى استمتعوا بالقهوة وشاركوا في محادفة قصيرة كي من يسأل بارك إذا نسوا شيئا الأمر الذي جعل هوصو يدرك فجأة أنهم طلبوا وجبات الدجاج لهم جميعا والمدير وجيان إلى المكان الذي تلقوا فيه بالفعل ملاحظا من متسابق يتركون الطعام هناك من أجلهم ويستمتعون بطعامهم دون هوصو عندما كانوا على وشك العودة تلقى كيم مكالمة هاتفية من الرئيس لإبلاغه أنهم تلقوا طعامهم وأنهم يأكلون يطلب منهم الفريق انتظاره يلاحظ رئيس وصولهم يشعر كيم وبارك بخيبة أمل لأنهما يجدان دلوا فارغا من الدجاج المقلي مما يجعل كيم غاضبا ويخرج بارك هوصو هاتفه ويرسل رسالة نصية إلى يرين ردت يرين بإزعاج قائلة إنها ستمنعها شعرت هوس بالأسف وشعرت بالإحراج قليلا لأنه لا يريدها أن تراسله ذات صباح سمعت يرين هوصو يتحدث على الهاتف مع شخص ما ويناقش إنجاز العمل قريبا سألته يرين وأخبره هوصو أنه سيقابل صديقا قديما في ذلك اليوم طلب يرين من هوصو أن ينقل تحياته إليهم لأنه كان زميلهم في الفصل أيضا يستعد هوصو للمغادرة ويسأل جيان إلى أين هو ذاهب أوضح هوصو أنه سيقابل أصدقاءه من ندرسة التدريد وانطلق في رحلته لمقابلتهم وتجمع في مقهى كان هوصو سعيدا جدا برؤيتهم جميعا لقد رأت سونو وسيما للغاية قص شعر يوهان والتقى مرة أخرى يطلبون جميع المشروبات ويشارك هوصو تفاصيل حول حادث وقع مؤخرا تعليقات تشيف باوك أن هوصو لم يتغير شيئا واحدا ينخرطون في القيل والقال ويناقشون مساعيهم حيث يسأل يوهان عن شخص ما ويتساءل عن غيابه وما إذا كان لديه نوبات ليلية تكهن هوصو بأنه قد يكون احتجزا فجأة تدخل تشيف باوك في الكشف عن أن السيد أخبره أنه سيستقيل دفعت هذه الأخبار الجميع إلى الاستفسار أكثر عن بيانكي يذكر جم أن بيانكي قرر ترك الجميع وراءه عند سؤاله عن سبب استقالته أوضح أنه تم وضعه في فرع جيني الذي يتعامل في الغالب مع تقارير حوادث المكينة نظرا لموقعها الريفي ذهب بارك لمشاركة القصة وراء قراره عندما تلقت محطة جينوي الرسالة حول وقوع حادث اندفعوا جميعا إلى مكان الحادث ودخلوا المب يقول رئيسه أن بيانجي يراقب خطواته ثم يخبر رئيسه أن صاحب المنزل قد وصل وهو في المستشفى معدنه وفجأة سأله ضابط عما إذا كان قد فتش المكان بدقة في تلك اللحظة ظهرت امرأة عجوز وسألت عن المنزل حيث دمر منزلها طغت عليها وبدأت في البكاء والصراخ باسم إذنها يبدأ في الشعور بالتراعك والشعور بأن هناك خطأ ما فجأة سقطت عيناه على علبة البنزين والجسد الذي كان هامدا عند سماع الأخبار سأل جوجهان عما إذا كان جانب ينجي قد استقال حقا لم يفهم كيموين هو سأل لماذا كل ما فعله هوسو هو انتظار إجابة من بارك جونجوك وشرب بارك جونجوك البيرة الخاصة به منذ أن كان جانب يوغكي في فرع الجنوي كانت معامة تقارير متعلقة بحادث محرك لأنه كان في الضواحي لكن مع ذلك لن تكن رغبة جانب ينجي تلقى فرع الجنوي بلاغا عن حريق لذا استعد جانب يوغكي وفريقه للذهاب إلى الموقع ذهل جانب يوغكي وفريقه لرقوب شاحنة الإطفاء اثناء سماع مزيد التقارير حول الحريق الذي اندلع عندما وصل جانب يوغكي وفريقه سأل قائد الفريق عن أقرب منزل وأجاب مرؤوسه أنه كان على بعد حوالين يلين أدرك قائد الفريق أيضا أنهم رأوه من مكان بعيد جدا انزعج قائد الفريق وأمر بالاتصال بالمالك ومعرفة ما إذا كان هناك أي ضحايا أثناء استكشاف المنزل للمحترق صل قائد الفريق حتى لا يتأذى أحد ثم امر جانب يوجد النزول وحذره من توخي الحفر في التعامل مع رأسه كما تلقى جانب يوغكي أوامر بكامل طاقته عندما أراد التعمق أكثر جاء جنس لاتصال بقائد الفريق قال له قائد الفريق أن يسرع ويتحدث قال جنس أيضا أن صاحب هذا المنزل قد وصل إلى الموقع منذ يومين ساعده ابنه في دخول المستشف قال صاحب المنزل أن ابنه يجب أن يكون هنا عند سماع ذلك اتصل قائد الفريق بجانب يوغكي وأخبره أن يراقب خطوة هذا جعل جانب يوغكي متوترا للغاية ثم حث في أماكن مختلفة لكنه لم يجو شيئا سأل قائد الفريق عما إذا كان جنس لا يزال يتصل رد جنس بأن هاتفه ما زال يرن لكن لم يرد أحد اتصل قائد الفريق أخيرا بجانب يوغكي للعودة بعد أن خرجوا من منزل المحترق سألت جدة مذعورة عما يحدث واتصلت بطفلها قالت الجدة التي كانت حزينة للغاية إنها لا تستطيع العيش بدون طفلها سماع ذلك جعل جانب ينجي حزينا جدا ثم حاول قائد الفريق تهدئة الجدة مشى جانب ينجي مرة أخرى عندما سأله جنس أين يريد الذهاب أجاب جانب يوغكي أنه يريد العودة إلى الدافل لم يستطع جنس الذي رأى جانب ينجي سوى التزام الصمت والقلق كانت الجدة متراهلة وجلست على الأرض سلقائد الفريق القلق إذا كانت جدة بخير لم تستطع الجدة احتواء حزنها صرخت بصوت عال ونادت ابنها سار جانب يونكي خلف المنزل للمحترق وبدأ في التقيع بعد أن شعر جانب يونكي بتحسن قليل لاحظ وجود الوقود في الجوار رؤية ذلك جعلته يتراجع بعد لحظة سمع صوت تقطق عند رؤية أصل صوت التكسير أصبح جانب يونكي خائفا جدا في غرفته سكب جانب يونكي الكحولة في كوب وشربه لقد كان سفا حقا لأن الرئيس قد أخبره بمراقبة خطوته ترجمة نانسي قنقر